في عديد الولايات كانت فيها احتجاجات أنا أتذكر في تلك الظرفية ولاية جابس مثلاً حصلت فيها احتجاجات كبيرة وطرط الحكومة لتغرير الوالي العديد من الولايات أو أغلبهم أغلبهم يعملون داخل مكاتبهم ويحرصهم قوات أمنية وخاصة قوات عسكرية أحداث سليانة والاضطرابات والاحتجاجات والمطالبة بالتنمية وما إلى ذلك هذا كل مشروع في ذلك الوقت وحصل بالفعل لكن الخلفية والأسباب الحقيقة عميقة عميقة ونرجع هنا لبداية سنة 2012 إثر انتخابات أكتوبر المتعلقة بالمجلس الوطنيني التأسيسي أصلاً التوجه والتصريح بأن الشعب أخطأ لما صوت لهؤلاء من أين أتو هؤلاء اللي يحكم هذه البلاد من المنافع والمساجين ولا خبرة لهم الناس كانت في الصحات النظالية النظالية دونك خطاب حاج جداً يوجهت به تلك المنظومة المنبثقة على المجلس الوطني التأسيسي من جانب الآخر من جانب الترويكا والصورة المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي كان الرد أيضاً حاد يعني من هم هؤلاء لقد حسمنا المسألة وفوزنا بالانتخابات هؤلاء يمثلون الصفر فاصل هؤلاء شرذمة من الفرنكوفونية يعني كنا نسمع في كلام لحقيقة كلام أقل شي نقوله حاد حاد ولا يليق لأنه أصلاً الصراع بين القطبين يعني قطب بيده الشرعية القانونية والشرعية الانتخابية والشرعية التأسيسية لكن القطب الثاني أيضاً قطب لديه المشروعية النظالية وكانوا بالأمس يعني على اختلاف مشاربها لأطراف المتصارع على الساحة كانوا بالأمس رفاق ورفقات في ساحات النظال وكان من المفروض أن لا يحصل تراشق بالكلام الجرح بالتصريحات الحادة وتبلغ ذلك المستوى وفي هالإطارة ذا كان مشكلة تعينات من المشاكل الأساسية هو وقتها كلفني سي علي العرية وزير الداخلية بالتحول على العين إيجاد حل تخلنا الولاية يجينا سي السيد الوالي عملنا محاثة صغيرة معهم حول الوضع وكان فيه وقتها نشعروا بها معنا خطورة على الولاية من جانب الأملي يعني أنا كنت نسمع في الزجاج متاع البلار متاع شبابك الولاية يتكسر بيعني ضرب الحجارة وقتها اخذينا القرار بتشخرج السيد الوالي ومن معه وقدرنا مقر الولاية ترجمة نانسي قنقر